اشتركوا في القناة سبحان الله في بعض الاحيان بنشوف ناس كده من غير ما نتكلم معاهم من غير ما نخلطهم حتى نلاقي ان في وشهم مهابة كده المهابة دي هبة من ربنا سبحانه وتعالى لها العزة والقرامة فطبعا اخوان عزاء في احلام تبشرك ان انت من الناس دول احلام تقول ان انت عندك مهابة بين الناس وان الناس هتهابك ووضعك هيبقى عظيم والله اعلى واعلم بين الناس طيب الاحلام دي بتزهر لكل الناس ولا احلام خاصة جدا طبعا هي الاحلام دي ممكن تزهر لشخص وشخص لا ولكن هي احلام عامة جدا يعني ممكن تزهر لاشخاص كتيرة جدا اه في الملاك هنتكلم اخواني اخذاء عن الاحلام دي بالتفصيل ولكن قبل ما اخش في تفاصيل الفيديو احب عليكم اشتركوا في القناة وفعالوا زر الاشعارات ليصلكم جميع فيديوهاتنا باستمرار ولو حد عنده رؤية او حلم وحبي فالصرع ممكن اكتب لنا في التعليقات ان شاء الله هنتوصل معاو الرد عليه في اسرع وقت ولو ما حدش رد عليكم في التعليقات احنا بنعمل بس مباشر بنرد فيه على الاحلام اللي هي ما تفسرتش دي حاجة ولو انت موجود معنا في البس ممكن تكتب رؤيتك وهنرد عليك مباشر ان شاء الله كل اللي عليك انك هتفعل زر الاشعارات على الكل عشان خطر يجي لك رسالة بالبس المباشر بتاعنا فلذلك تكون موجود معنا ان شاء الله نرجع للموضوع الفيديو وهي الاحلام اللي بتدل على ان بإذن الله هيكون لك مهابة بين الناس بسبب وضعك العظيم وضعك المميز بين الناس والله وعلى الله اول رؤية يا اخوان عزائي رؤية السيف في المنام انك تلاقي نفسك بتمسك سيف في المنام السيف رمز مهم جدا ورمز جميل جدا بيدل على القوة وبيدل على العزة والمهابة اي شخص بيشوف ان هو ماسك سيف دي حاجة كويسة كمان ممكن تلاقي ان في حد بيهديك السيف يعني يجايب لك السيف وقول لك خد السيف ده طبعا دي تدل برضو على المكانة والعزة انك هتبقى مميز هتبقى شخص ليك شأن في المستقبل والله وعلى 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 ممكن تكون لسه انت شاب صغير او تكون فتاة صغيرة مثلا رأيت ان في حد بيهديك سيف او بيهديك مثلا جايب لك سيف والكلام ده ده دليل على المكانة والعزة ان شاء الله كمان برضو من الرؤية الكويسة جدا رؤية الجلوس على مكتب فخم في الملامة يعني انت بتلاقي نفسك قاعد في مكان كده فخم مكان جميل جدا تحس ان الناس كلها بتبصلك في المكان ده فطبعا دي رؤية عظيمة جدا بتدل على المكانة بتدل على الرفعة بتدل على العزة بتدل على المهابة بين الناس ان الناس هتهيبك ان شاء الله ممكن الله أعلى وعلم لو انت فتاة مثلا امرأة تتزوج من شخص صاحب نفوذ او شخص مثلا يكون مميز لو انت رجل مثلا رأيت نفسك ان انت جالس في مكتب او قاعد في مكان مهم فاعلم ان انت هيكون لك شأن الله أعلم شأن في الشغل بتاعك شأن وسط الناس مثلا شأن فاعلتك مع عائلتك مثلا تكون كلمتك مسموعة كلمتك مسموعة في البلد بتاعتكم الكلام ده فدي رؤية كويسة جدا ان شاء الله وبتدل برضو على الصراع والاموال يعني ممكن كمان تدل على ان في اموال قادمة لك ان شاء الله وصراع قادم باذن الله كمان اخواني عزيزي من الرؤية المهمة جدا وهي رؤية مقلقة بانثلا ممكن شخص يشوف الرؤية دي يبقى خايف شوية ولا حاجة حسس ان هيصل حاجة ولكن هي رؤية مميزة جدا انك تشوف نفسك بتضرب شخص في المنام في بعض الاحيان الرؤية دي بتدل على اظهار حق او انك في حق ضايع هتقدر تغضب لما بتشوف نفسك بتضرب شخص او ان حد ظلمك هتقدر تنتصر عليه ده من خلال انك بتشوف نفسك بتضرب شخص في المنام او مستسيطر على شخص في المنام وتفسير الرؤية دي برضو بيدل على المكانة بين الناس بيدل على المهابة الناس هتشوفك تهابك الناس هتخاف منك بسبب مثلا قوة ايمانك بسبب قوتك بسبب ان انت عندك عزة نفس وعندك مهابة فطبعا الناس هتخاف منك وهيكون لك شأن عظيم برضو من الرؤية الكويسة جدا اللي هي رؤية عامة جدا لكل الناس ممكن اي حد يشوف رؤية دي رؤية ركوب الخيل الخيل اخواني العزاء خير وعزة الخيل اللي هو الفرسان والاحسنة خيل خير وعزة انك تشوف نفسك راكب الخيل في المنام اعرف ان انت هيكون لك شأن عظيم بإذن الله طبعا ولكن هنا في بعض الناس مثلا بتركب الخيل وبتقع في بعض الناس بتركب الخيل ومش عارفة تمشي في بعض الناس مثلا الخيل بتكون هزيلة هنا يا اخواني العزاء ركوب الخيل في المنام يدل على العزة والمكانة ويدل على القوة ان شاء الله ويدل على المهابة بين الناس برضو من الاحلام الجميلة جدا منميزة جدا وهي دي برضو رؤية عامة اي حد ممكن نشوفها ان انت تلاقي بتقفز في الهواء تلاقي نفسك بتقفز في الهواء او ماشي مثلا على المياه او ماشي في السحاب الكلام ده يعني حاجات خارقة للطبيعة احنا في الواقع ما نقدرش نعمل الحاجات دي ولكن في المنام بنشوف نفسنا ان احنا بنعملها بنكون سعداء وفرحانين دي طبعا رؤى مهمة بتظهر للناس اللي هي عندها امنية بتتحقق ان شاء الله يعني امر مستحيل بيحصل لك او بيتحقق معاك امر صعب التحقيق انت مثلا ما فكروا انه هو صعب مش هيتحقق ولكن بيتحقق كذلك الامر الشق التاني بتاع الرؤية الى ان الرؤية دي رؤية تدل على التميز تدل على المهابة تدل على التفوق تدل على حاجات كتيرة جدا في حياتك بتبقى للافضل يعني حاجات كويسة بتحصل في حياتك تلاقي نفسك ماشي على المياه بتلاقي نفسك ماشي في الهوى بتلاقي نفسك بتقفز وطير في الهوى دي كلها حاجات كويسة جدا في المنام برضو من الانواع الاحلام اللي هي ممكن تشوفها في المنام وتقول عليها ان هي دي رؤية تدل على المكانة والعزة انك تبقى قاعد مع امير او حاكم دولة مثلا وتحس ان انت راسك براسه يعني مثلا زيك زيه هو حاكم دولة انت حاكم دولة هو امير انت امير برضو مش بتحس ان انت مسلا قاعد قدام رئيسه وخايف ومحزوز كده لا بتبقى حاسة ان انت قاعد كانتكو اصحاب مع بعض طبعا الرؤية دي بتدل على العزة وتدل على المكانة ان انت هيبقى ليك مكانة هيبقى ليك شأن عظيم اي نعم مش هتبقى رئيس ولا حاجة ولكن ممكن والله على عالم يكون ليك شأن في المستقبل ممكن تبقى مثلا مميز في الشغل بتاعك مميز في المكان اللي انت فيه ممكن تبقى مثلا تحصل على منصب في الفترة القادمة فطبعا الرؤية دي رؤية جميلة جدا ومبشرة جدا ان شاء الله بالمهابة والعزة والمكانة بين الناس طبعا فيه احلام كتيرة جدا اخوان اعزائي ممكن تصهر في المنام وتكون تفسيرها برضو المهابة والعزة بين الناس ولكن احنا بنذكر مجموعة ريالة من الاحلام اللي هي بتدل على العزة والمكان طبعا اخوان اعزائي لو حد عند رؤية او حلم وحب تفسرها هيكتبها في تعليق وان شاء الله هرد عليه ولو مردناش عليه يبقى ينتظر البس المباشر وان شاء الله هنفسرها اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته